بسبب تعنت الفرقاء السياسيين في ليبيا ورفضهم الجلوس على طاولة حوار واحدة والتنازل لأجل مصالح الوطن ظهر على الساحة السياسية من ينادي بالفدرالية والتقسيم للجسد الليبي الواحد لم تكن أراء فردية ينادي بها أشخاص يرغبون في تحقيق أهداف شخصية بل كانت أجندة خارجية أريد تطبيقها بأيد الليبية الدعوات لم تكن جديدة ولن تكون الأخيرة فمنذ ظهور سايكس بيكو والاتفاق على تقسيم المنطقة العربية برمتها إلى دويلات صغيرة وحتى مشروع برنار لويس والفوضى الخلاقة في المنطقة وأخيرا المشروع الأمريكي في العراق وتصدير الديمقراطية دعوات لم تتوقف لتحقيق الرؤى الاستعمارية والتسلطية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي في العاشر من أبريل من سنة 2017 خرج علينا نائب الرئيس الأمريكي ترامب سباستيان جوركا الذي نادى بتقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات وسبب ذلك هو وجود الأرضية السانحة الناتجة عن تعنت الأطراف السياسية بليبيا في الوصول إلى توافق حقيقي الأمر الذي اعتبره البعض أداة للابتزاز والكشف عن النوايا الحقيقية للأطراف الدولية أو الاستعمارية فالدول الخمس دائمة العضوية هي ذاتها الاستعمارية وبعد انتصارها على دول المحور بقيادة ألمانيا كونت عصبة الأمم المتحدة التي تحولت فيما بعد إلى منظمة الأمم المتحدة بمجلسها الدائم للأمن ترى هل تنجح الدعوات الداعمة للانفصال على الرغم من توفر العوامل الداعمة للوحدة وعلى رأسها الدين والعرق في ظل غياب الطوائف والعرقيات المختلفة كما وجد في العراق تأتي في ظل ذلك دعوات مختلفة تنادي بالوحدة الليبية ورفض تقسيم البلاد من التيارات الشعبية والقبائل المختلفة آخرها قبيلة القطعان مرورا بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة وساحات الثورة وكتائب الثوار والناشطين المحليين والقبائل المختلفة ممن ينادون بالتداول السلمي على السلطة وهو ما يقوض أحلام العسكر الانقلابيين في اعتلاء كرسي السلطة كما حدث في مصر